إزاي نعكس حركة المطور باستخدام الرلاية؟ شرحنا المطور في الفيديو اللي فات وممكن نسأل نفسنا سؤال إمتى المطور ده يعكس اتجاه دوران؟ إمتى يلف مع عقارب الساعة؟ وإمتى يلف عكس عقارب الساعة؟ المطور من الأشياء اللي ملهاش كطبية يعني ملهاش كطب موجب وملهاش كطب سالب أي طرف ممكن ياخد موجب وأي طرف ممكن ياخد سالب لو افترضنا أن ندين للمطور كطب موجب وكطب سالب بالأشكال دي فبالتالي المطور هيلف في اتجاه معين وليكن مع عقارب الساعة طب ايه يحصل لو عقصت الأقطاب بدل الموجب سالب وبدل السالب موجب المطور هيلف عكس عقارب الساعة بدلا من ان هو كان بيلف مع عقارب الساعة طب ولو اديت الطرفين مع بعضه موجب او اديت الطرفين مع بعضه سالم لا هيلف عكس ولا معه مش هيلف خالص هيفضل ثابت في مكانه طب دي هنعملها بالريليز ازاي امشي معي خطوة خطوة وهتفهمها بكل سهولة عشان المطور يعكس اتجاهه لازم اعكس الاقطاب عليه اول خطوة هوصل طرف المطور بطلف سالب اما الطرف الثاني للمطور هوصله ببول مفتاح من نوع single ball double through شوف حلقة الانواع المفاتيح هتفهم الموضوع ده بشكل كويس هوصل بالسرول اولاني سالب وبالسرول التاني هوصل بيه موجب تعال نشوف هيحصل ايه لو ما دغطش على المفتاح لو ما دغطش على المفتاح الطرفين هيروح لهم سالب الطرف اللي فوق والطرف اللي تحت وده هيخلي المطور ثابت في مكانه ومش هيتحرك ولما اضغط على المفتاح هيروح الطرف لده موجب والطرف التاني موجود عليه ايه موجود عليه سالب وبكده المطور هيلف في اتجاه وليكن مع عقارب الساعة بس كده المطور هيلف في اتجاه واحد لأما مش هيلفه خالص فخلينا نشيل الطرف اللي كان عليه سالب ونوصله برضه بمفتاح بنفس الشكل هنوصل البول بالمفتاح مع الطرف التاني ومن النوع سينج البول دابل سرور هنوصل السرور الاول بالسالب والسرور التاني بالموجب لو مش ضغطين على اي واحد من المفتاحين الطرفين بتوع المطور هيروح لهم سالب وبالتالي مش هيلف المطور في اي اتجاه طب لو شغلنا المفتاح الاول هيروح للطرف اللي فوق ده موجب والطرف اللي تحت سالب فهيمر في اتجاه وليكن مع قالب السعر طب لو قفلته المفتاح الأولاني وتغطى على المفتاح التاني كده هيروح للطرف اللي فوق سالب والطرف اللي تحت موجب وكده هيرف في عكس اتجاه حركته يبقى كده عكسنا أطراف التوصيل بتاعة المطور وغيرنا اتجاهه بس باستخدام مفاتيح طب هنستخدمها ازاي باستخدام الرلي احنا قلنا ان الرلي ما هو الا مفتاح لكن محطوط قدامه قيل ملف بيشتغل كماغناطيس بمعنى ان التغيير الوحيد اللي هيكون في الدايرة دي انه حط ملفات قدام المفاتيح لو اشتغل الملف اللي قدامه المفتاح الأول هيشتغل المفتاح الأول ويمر الطيار ويشتغل المطور في اتجاه معين لو قفلت المفتاح الأول كده الرليه الأولاني فصل وشغلت الرليه التاني كده هيمر طيار لكن في عكس الاتجاه وهيلف المطور في عكس اتجاه لا في الأولان فتعالوا بقى نشوف الدايرة كاملة عشان الموضوع يكون اتحسم نهاي معانا مطور 9 فولت المفروض اتحكم في دورانه باستخدام 2 بوش بوتون هنجيب 2 رلي 9 فولت وبطارية 9 فولت و 2 بوش بوتون البوش بوتون ده وظفته طول ما انت ضغط عليه هيفضل موصل الدايرة اول ما تشيل ايدك من عليه هيفصل الدايرة على عكس المفتاح اللي بتضغط ضغطة واحدة يفضل موصل وضغطة تانية يفصل اما البوش بوتون طول ما انت ضغط لازم تفضل ضغط عشان يوصل اول ما تشيل ايدك يفصل هنوصل المطور باطراف الكمون بكل رلي هنوصل النورمال كلوز لكل رلي بالسالب 9 فولت هتوصل النورمال قبل لكل رلي بالموجب بتاع البطارية اللي هو موجب 9 فولت هتوصل طرف من كل رلي بالسالب هنوصل طرف التاني من الرلي الاول ببوش بوتون اولاني ومن الرلي التاني ببوش بوتون تاني والطرفين الثانيين بتوع البوش بوتن هنوصلهم بالتسعة فولت كده لما اضغط على البوش بوتن الاولاني الرلي الاول يشتغل والمطور يلف في اتجاه معين لما شيل ايد الرلي ليفصل واول ما اضغط على البوش بوتن الثاني المطور هيشتغل في اتجاه معاكس تعالوا نشوف الدايرة دي عملي عشان يكون الموضوع انتهى خالص كده الاثنين رلي تسعة فولت اهو اثنين رلي تسعة فولت الطرف اللي هنا الطرف اللي هو باين هنا باسمه normal closed بالطرف ده normal closed normal open هسيب لك تواصلاتها اول حاجة هتوصل normal closed في كل رلي بالسالب بالسالب هنا والتاني بالسالب برضو تمام كده بعد كده normal open بالموجب اهو ده normal open بالموجب كده normal open من هنا برضو بالموجب تمام كده معايا اثنين normal closed بسالب واحد واثنين normal open بموجب طرف سابت من اطراف الكويل يعني ده طرف كويل اولاني وصلنا بالتاني و هنوصله من الاتنين بالسالب هذا الطرف اللي اخدناه و هنا كده هو هنوصله بالسالب هنا تمام يبقى كده الطرفين دول مشتركين و هيقضوا و مودين للسالب طيب فاضل طرف هنا الرلي و طرف هنا الرلي هنوصلهم بالبوش بوتون اللي عليمين و اللي على الشمال دول في البوش بوتون الاول اللي هو الطرف ده اتوصل بطرف الكويل التاني و نفس الكلام هتبقى من الناحية التانية هنا هو موجود هتوصل بطرف الرلي بتاع الكويل التاني اللي هو الطرف ده بس فاضل احنا معنا كده كام طرف اربع اطراف طرفين الكمون و طرفين البوش بوتون طرف التاني ليه البوش بوتون الاولاني بالتسع فولت وبعد كده الطرف التاني بالتسع فولت برضو كده فاضل بس اطراف المطور مطورة 12 فولت بس هتوصل على التسع عادي مفهاش مشاكل وصلنا طرف منه في للكومون للرلي الاول و طرف تاني للكومون للرلي التاني اطراف البطارية بس اطراف البطارية هم الاطرافين دول خلينا السالب مع السالب مع الموجب مع الموجب تعالوا ده المطور اهو لو هنضغط على اول زرار لفف الاتجاه ده لو سبنا هيوقف لو لو في اللي تجاه العكس بس اطراف اشتركوا في القناة